وممكن السحر ينتقل من الأب للإبن ومن الأم للبنت ويسمى بالسحر الوراثي الأمر ده موجود فعلا لأن في بعض الأشخاص يقولوا أنت عندك شيطان والشيطان ده كان ساكن في والدك أو إن الشيطان لما يحضر على جسمه يقول أنا كنت موجود في أبوه وأنا دلوقتي ورست الجسد ده ويستحيل أن أنا أخرج منه نهائيا إيه هو المس الوراثي أو السحر الوراثي؟ تعال نتكلم في الموضوع ده باستفادة أول حاجة عايزة أقولك على شيء مهم جدا أن في بعض الأشخاص بيدعو أنهم عندهم قدرات روحانية أو عندهم كوة روحانية ثم أن الأشخاص دوية ربما أنهم يكون بينهم وبين الشياطين تعامل وللأسف الشديد محدش بيعرف حقيقتهم فلما بيكون بينهم وبين الشياطين تعامل ربما أنهم يجديموا لهم بعض الطاعات ويجديموا لهم بعض القربات فيصير أنه بعد ما كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى أصبح أنه بيعبد الشيطان ثم يتوفاه الله جل وعلا وييجي الشيطان ده ينتقل لحد من أبناه أو يروح لفرد من أفراد الأسرة بتاعته وإنت بتسمع أكيد أن في بعض الأشخاص يقول لك إيه ده أنت عندك حاجة حلوة أوي ده أنت عندك قوة روحانية والقوة دي جاي لك من والدتك ده أنت عندك قوة روحانية جميلة جدا والقوة دي جاي لك من أبوك ده أنت عندك قوة روحانية أوي وكان في حد صالح وهي كانت موجودة معاه وانتقلت ليك هل الكلام ده صحيح؟ أول حاجة لازم نعرف أن في القواعد التقصلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعبد الله بن عباس يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الدنيا كلها أو أن الإنس والجن والعالم كله فيما معناه لو حاول أنه يأذيك بأي شيء مش هيقدر أنه يأذيك به إلا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كتب ليك فجفت الصحف ورفعت الأقلام فمعنى ذلك أن الضر هو الله والنافع هو الله فعشان كده أني يقول لك أن أنا معايا كوة أو قدرة روحانية أو معايا نص صالحين أنا ورستون من أبويا أو ورستون من حد من قريبي وهم بيساعدوني فمعناته أنك أنت تستعين بغير الله جل وعلا ثم تأمل معايا أنك أنت مفتون ومنتش منتبه للنقطة دي وسبحان الله في أشخاص كثير جدا وقعوا فيها وتأذوا أذا شديد أوي وقصص أنا هحكي لكم فيما بعد ممكن مثلا أسألك سؤال وتجاوبنا عليه السماوات والأراضين دول كلهم من الكرسي عبارة عن حلقة رمت في صحرا والكرسي من العرش حلقة رمت في صحرا فما بالك برب العالمين هو معاك لا يتركك نهائيا وهو معكم أينما كنتم فسبحان الله جل وعلا لما انته تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى معاك فتعلم أن ربنا قائم بجميع أمورك فتسأل الله جل وعلا ولا تسأل الشيطان أو الكورة الروحانية اللي موجودة معاك بعد ذلك بقى أن دي أتي عن موضوع الكورة الروحانية والحاجات دي كلها والمس الوراس والأشياء دي أنا عايز أقول لك على ثلاث أعراض بقى مهمين دلوقتي بيدلوا على موضوع أن الشياطين بتتنقل من الأباء للأبناء منها مثلا أن ممكن يكون حالة مصابة بسحر والسحر ده شديد جدا والحالة دي يعني سبحان الله ما تعالجتش من السحر وأهملت الأمر ده وغالبا يعني ما بيكون الأمر ده في النساء وبيكون في الرجال قليل جدا فإنت لما أنت تترك نفسك وما تعالجيش نفسك من السحر معناته أنك أنت باع عندك إهضار في الصلوات المفروضة فتيجي تصلي ما تقدرش أنك أنت تصلي نهائيا وما توفقيش في أمر الصلاة خالص فتحس أن في حائل بيحيل بينك وبين الصلاة كل ما تحاول أنك أنت تصلي في حاجة بتمنعك من الصلاة فتترك الصلاة بالكلية في نفس الوقت بقى بيكون الشياطين اللي موجودة معاك يعني سبحان الله عبارة عن سحرة مع طول الوقت فأولادك بيأكلوا من الطبيخ اللي أنت بتعديه هنا السؤال هل أنت مثلا بتقطع الجزرة وبتقطع البطاطسة وبتخرطي الخيار وبتخرطي الطماطم الأشياد كلها بتسمي الله جل وعلا بالطبع الغالب ما بتسميهش وإنت بتعد الطعام للأولاد بتقول لهم سموا الله وإحمدوا الله غالبا اللي بيكون مصهور بيغفل عن الحاجات دي فبيجي الشيطان يعني سبحان الله يضع المادة السحرية للأولاد ويخل الأولاد دولت يعني سبحان الله يأكلوها فينتقل لهم السحر فعشان كده الناس اللي بتعاني من السحر الوراثي خلينا سؤالك سؤال ارجع كده بالزمن اللي وراء في صغرك ممكن تكون وقت المغربية عندك كان أجمل وقت في فترات اللعب وأجمل وقت تجري فيه وتلعب فيه عادي وتنتقل من مكان لمكان وتفضل تلعب واللعب بيكون في غاية الروعة والجمال معنى ذلك أن الأم اللي بتكون مسحورة أو الأب اللي بيكون مسحور بيتركوا أبنائهم في الشوارع وقت المغربية فالولاد بيتعفرتوا بتعينوا بماء العفاريت ليه؟ لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وقت المغرب كفوا صبيانكم يعني معنى ذلك أنك إنت تمسك أولادك تحطوهم في قلب البيت وتكفل باب البيت عليهم لحد ما ينتهي وقت المغربية لأن وقت المغربية ديت يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القناة الكريم كل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب يعني الليلة إذا أقبل ده وقت الشرور انتشار الشرور حتى الشرور ديت لا يسلم منها الكبار يعني في وقت من الأوقات سمعت بعض الأشخاص يعني من فترة زمنية طولة قوي قال إن يعني سبحان الله ممنوع إن الإنسان يقف على نصية الشارع وقت المغربية أو على نواصل الشوارع في أوقات المغربية لأن نواصل الشوارع ومفترق الطرقات دي الأماكن اللي بتجتمع فيها جميع الشياطين فممكن شيطان يعني سبحان الله يمسك أو يديك بسوء أو يضرك بأذى وإنت مانتش عارف ده فعشان كده انتبه وما تحاولش إنك أنت تطلع أولادك الصغار وقت المغربية خارج البيت نهائيا أعراض السحر الوراثي إنك أنت تبص تلاقي إن الحالة اللي أنت بتكره عليها في قلب البيت يكونوا مثلا مجموعة مكتمعين مع بعض 3-4 في البيت يعني كلهم تعبنين فتيجي تكره وتبص تلاقي إن الشيطان موجود في الأم فجابة في الأخت فجابة في الأخ عمان يتنقل زي الكرة من اليمين لليسار وكل واحد يعني سبحان الله يعني واخد كل حالة كده يروح فيها شوية هل ده حقيقي بالطبع إن ممكن الشيطان يدخل من جسد ويطلع من جسد ويبقى أي عمان يتنقل في كل أفراد البيت في حالة واحدة إذا كانوا مقصرين في الصلاوات المفروضة والأسكار فالسحر الوراثي وارد وبيقع لناس كتير جدا وإن المس ينتقل من الأباء للأبناء وارد لكن عشان إن أنا أمنع الشيء ده أو إن أنا عالج نفسي منه وأنتهي من المطاف ده كلته حلتزم بأربع صفات الصفات دي ربنا سبحانه وتعالى زكاها في القرآن الكريم قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين أمنوا فهنا السؤال لو أنت مؤمن تفتكر إن الشيطان ممكن إنه هو يأذيك أو يتعرض لك بأي ضر أو أي سوء بالطبع لا والله عز وجل بالمؤمنين الرحيم فنما الحالة اللي بتكون مسحورة ديت بيكون في ضنك وجحيم فربنا سبحانه وتعالى مش هتركك فعشان كده التزم بثلاث حاجات أو أربع حاجات إلقاء السلام وإنت داخل البيت بيحفظك إلقاء السلام وإنت ماشي في الطريق بيجعل الملايكة تحفك وتحبك الأمر الثاني لما تيجي تأكل تسمي الله تخلصك لتحمد الله جل وعلا رقم ثلاثة تحاول إنك أنت قدر الإمكان تحافظ على الصلاوات المفروضة قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقتة ورقم أربع لموجود معانا هو أيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان غض البصر تمام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء ده هي تلتزم بيها واستمع لأي رقية شرعية أو أي برنامج علاجي حتشفى من هذه الأعراض نهائيا وأنا ممكن أقول لك على برنامج علاجي كويس أزازة مسك تمام وزيز زيتون تمام أزازة زيتون عادي أي زيت زيتون لما تجيب أزازة مسك وأزازة زيت زيتون حتكرى عليهم صورة مؤمنين والانفطار والشرح والكافرون والمعوذات الاتنين والإخلاص وحتكرى أيضا صورة الانفطار وصورة المرسلات وحتكرى صورة القلم وحتكرى صورة النور حتكرckهم على الزيت وعلى المسك الزيت حتحط منه على مية وتشرب وتحط الزيت والمسك أيضا على مية سخنة وتتبخر بيهم وقت المغربية وتتفهم بهم جسمك وتستمع لأي ركا شرعية وأي برنامج هتبصوا تلاقي أن الأعراض دي اختفت نهائيا لو عجبك المقطع ده ما تسويش يوقف عندك شاركوا لأصحابك واصدقائك دوس لايك وعمل مشاركة دمتم فد في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته